هنتكلم في موضوع شاغل فكر الناس على السوشيال ميديا وهي الشريحة اللي ألم ماسك قال عليها الشريحة اللي بتتركب في دماج الإنسان تخليه خارق الزكاء وعنده قدرات وإمكانيات عالية جدا 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 تميزه عن باقي البشر بصوا جماعة يعني دائما كنتكلم عن الخيل العلمي إنه هو خيل علمي حاجة مش واقعية حاجة مش حقيقية دائما بنفترض حاجات ممكن ما تحصلش على أرض الواقع إنما بقى الراجل اللي اسمه إيلان ماسك ده قال لك إيه قال لك أنا هعمل شريحة الشريحة دي ممكن تبقى فيها كمية فويد يعني المفروض وهو دلوقتي بيتم اختبارها يعني على متاهيلي على الخنزير بالضبط صح كده هي هو هيجربها على الخنزير ولكن لم تختبر بعد يعني لست ما شفوش النتائجها إيه بتعمل إيه بقى؟ الشريحة دي يا جماعة يعني من الآخر كده أول حاجة هتخلي عندك قدرات المفروض يعني أفضل من الكمبيوتر يعني عندك دماغك هتشيل محتويات بشكل أكبر وأزكى وكمان يعني المفروض هتلاقي عندك قوة السمع والرؤية والذاكرة عندك كما هتكون أفضل ده غير كمان إن هو بيقولك اللي عنده مشاكل وشلل وعنده مثلاً قادر على الحركة بعد ما يركب الشريحة دي يا جماعة الموضوع بجد هو فكرة يمكن الموضوع آه لسه تحت الاختبار وكل حاجة إنما البناء أدمين بيفكروا في حتة بعيدة قوي يعني إزاي ممكن إحنا نركب شريحة؟ الشريحة دي ممكن تغير مجرى حياة كل واحد بشكل مختلف طب وهتخلي كل واحد ممكن ينتج بشكل أكبر وأعلى بكتير طبعاً بس موضوع غريب برضاً طبعاً لأنه أنت كل يوم التكنولوجيا بتخوف وبيبقى مرعبة مرعبة الإنسان بيكتشف وبيخترح حاجات عمرنا ما كنا نتخيلها يعني من عشر سنين ما كناش نتخيل مثلاً إنه هيبقى معانا السمارت فونز والتكنولوجي وصلة للحد ده وأي حاجة أنت عايزها قبل ما تكتبها هتطلع لك على فيسبوك أو على انستجرام لأنه مجرد أنه بيحس بيك أو بيقرأ أفكارك فالتكنولوجيا كل يوم بتتطور عن اليوم اللي قبليه ويمكن موضوع آلم ماسك والشريحة الزكية اللي بتتركب في مخ الإنسان هو شاهل بالناس كتيرة جداً فيه ناس اتكلمت عنها بشكل إيجابي وفيه ناس اتكلمت عنها بشكل سلبي قالوا إن هي مش بالإمكانيات الهيلة اللي آلم ماسك بيتكلم عنها إنه هي لسه فيها حاجات نقاط ضعف كتير ناقصها يعني مشوار كبير على ما توصل للمطلوب من تحقيق هدفه على الجنب الآخر زي ما انت قلت بتقوي النظر بتقوي الزكرة فتخيل إن انت مثلا سجل المدني كله يبقى في دماجك لا يعني معلومات أو بالزبع حاجات في مجال شغلك يا ما عارفين فيلم بجد والله الفيلم الليمبي 8 جيجا أنا بكتل بجد لسه قبل ما نخش يعني إحنا عادين مع بعض ميتنج الهواء فبنقول له سارة ده فيلم الليمبي 8 جيجا بالزبط إحنا شايفين إن حاجة يمكن خيالية شوية بيتم تطبيعها أرض الواقع والله وأعلم الله أعلم هتتطبق ولا مش هتتعامل برضو شيء غريب جدا بس إن هم يحطوا فكرة زي دي أو كراجل زي داي يحط الفكرة دي إن هي لسه محل اختبار ولسه بيبتدوا يشوفوا تجربة عليها أكيد طبعا تبقى حاجة بالنسبة لنا مرعبة مش مش سهلة خلي بالكم